بداية نشرتنا اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أطخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة تأتي تغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من أربعين قانونا وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة جاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي ومن خلال فرق عمل تضم خمسمائة وأربعين متخصصا وخبيرا من خمسين جهة اتحادية ومحلية وتتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية لتشمل قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون التخصيم وحوالة الذمم المدنية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها